بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بك ومعكو رامي إبراهيم من جيتوب مكس أكاديمي والدرس 72 وحزف بيانات العملاء التطبيق اللي ابتدينا فيه في الكام درس السابقين خلينا على طول نخش فيه التطبيق ونشوف توصلنا لإيه طبعا أحب أفكركم إن إحنا وصلنا إن دلوقتي بإمكاننا إن إحنا نضيف أي عميل أو إن إحنا نعرض الليستة بأسماء العملاء اللي موجودين عندنا وكمان إن إحنا نعمل عرض لكل عميل بيانات بتاعته وكمان إن إحنا نعمل update من خلال إن إحنا بنختار اسم العميل وبعد كده بنعدل الخانة اللي إحنا عايزينها أي إن كانت هي إيه وبعد كده بنروح عاملين update ففعلا بيتم تعديل البنات بتاعت العميل بدون أي مشاكل بس فيه بس حاجة ننسيت أعملها المرة اللي فاتت وهو إن يتم برضو عمل update هنا تلقائيا يعني إيه الكلام ده؟ يعني بمعنى تاني يتم إعادة تحميل للكمبو باكس بجميع أسماء العملاء من أول وجديد وبعد كده يتم مثلا تحديد إيه العميل فين اللي إحنا وقفين عنده أو يتم اختيار رقم العميل اللي إحنا وقفين عنده ودي أنا هعملها دلوقتي وبعد كده هنروح عاملين عملية الديليت اللي إحنا نحزف العميل نهائيا فخليني أعملها بسرعة بكل بساطة إن إحنا بنعمل إعادة تحميل وقت الupdate يعني بنعمل update تمام وبعد ما بنعمل update بنروح عاملين إيه؟ إن إحنا بنحزف كل اللي في الكمبو باكس فكمبو باكس دوت عندنا reset item فبنحدد طبعا إحنا عايزين إيه؟ إحنا عايزين اليوزر list فكده بنحزف كل الأسماء اللي موجودة وبعد كده بنستخدم دلة my mydp.loadlist طبعا إنت المفروض إن دي أنا خصصت لها درس وهي مهمتها إنها بتعمل إعادة تحميل لإيه؟ لأسماء جميع العملاء اللي هنا جميل بس حاجة كمان مهمة جدا لإن فعلا هيتم تحميل أسماء العملاء بس مش هيتم اختيار العميل اللي إحنا وقفين عنده فعشان نتخطى المشكلة دي بنستخدم compobox.setselected وبنحدد الاندكس إحنا أنهي عميل اللي إحنا وقفين عنده كنا مختارينه على حسب الإيه؟ على حسب السيل أو على حسب العميل اللي إحنا قريدي اختارنا الإيتم بتاعته مسبقا قبل عملية الـ update طيب خلينا نجرب كده ونشوف في أي حاجة هتحصل في أي قرر ولا أي شيء تعالى نختار مثلا قادي نورين وهضف لها اسم نورين رامي هنخلي USA تبع عبارة عن إيجبت وبعد كده هعمل update أبص فعلا تم إعادة تحميل اللي إستم الأول وجديد وتم عرضه على طول إيه؟ الأبديت للإسم طب تعالى كمان مرة مثلا هانا علي دي أحمد علي ده هنخليه أحمد إيه؟ مثلا أحمد رامي يلا أكلوك ولادي ونعمل update فعلا أحمد رامي وهيختار لك الأولانية جميل جدا طيب تعالى بقى نعمل عملية حزف إزاي الحزف؟ أظن الموضوع أنت أكيد مستشفه إن بكل بساطة بنيك تحت الـ object اللي إحنا شغالين عليه من بداية الدروس واللي هو يحتوي دلوقتي طبعا على أكتر الفنكشن زي اللي إحنا بنحتاجها أو بنعمل بيه عمليات الإضافة والتعديل وعرض القوام إلى آخره وننضيه فنكشن جديدة باسم delete مهم جدا إن كل فنكشن فنكشن طالما جوا object إن أنت تحط الفاصل دايما بكرر عليها ونحط فنكشن باسم delete ساوي a function وبرضو هنحط متغير num لإن إحنا هنحزف بناء على رقم الـ a رقم اليوزر يعني مش يعني أهو هنقول أنهيوزر أنت عايز تحزفه إلى رقم واحد ولا تنين ولا تلاتة ولا ربعة أنهي واحد فأنت تقوله إلى رقم واحد يبقى ده إلى رقمه وثلاتة يبقى وهكذا يعني بنفس الأفكار اللي فاتت في xml. عندنا أنهي بقى remove remove element وبعد كده بنكتب الـ a الباث كامل طبعا في هيئة نص الباث أنهي اللي هو ده المين customers اليوزر وبعد كده بنروح محددين أنهي رقم ف الباث ده كده بالزبط بس يبقى إحنا كده إزاي بنشير اللي إحنا عايزين نحزفه هو ده المين customers وبعد كده جوة customers في أكتر من يوزر فبنقول له اليوزر نقل نقطتين وبعد كده إلي رقمه إيه على حسب العمل ده هيبقى أنهي رقم جميل جدا ممكن نعملها كده وخلاص بس إحنا برضه عايزين نعمل عملية تأكيد فطلع ما هنعمل عملية تأكيدية يبقى هنحتاج إيه ال dialogue نعمل الشي لو dot message تمام dialogue message وممكن نعدل في البرامترات بتاعتها اللي هو مثلا confirm طبعا عايزين نتعدل في الeditor ما فيش مشاكل ده ناصر رسالة خليني هعمل في حاجة دلوقتي بس كده النوع هو عبارة عن إيه؟ عن سؤال فطبعا يا ياس يا نو والآيكون هيكون عبارة ممكن نعمل اللي هو بتاع الكوستشن السؤال هو عبارة عن رقم اتنين اللي هو هيكون نو يعني هيكون متعلم على كلمة نو يعني عشان ما بيديك فرصة لو انت مش عايز تحزف تروح داس بس انتر خلاص ما يعملش حاجة فطبعا ده دالك message فهنقول له if عالش انا اسف لو صوتي باست شوية خليني اعمل متغير باسم local احسن local مثلا conf او اخليها conf اختصال confirmation يعني او تأكيد وبعد كده خلينا نشوف if conf بتساوي رقم 6 رقم 6 يعني ايه يعني داس على ياس طبعا راجع حاجات بقى قديمة جدا انت ممكن ترجعها بنفسك else end if conf بيساوي 6 يعني لو المستخدم داس على الزرار ياس فطبعا الفانكشن دي هترجع برقم 6 ففي الحالة دي انت هتعمل فعلا عملية حسف تمام طب else المفروض ان ما فيش حاجة هتحصل ده المفروض يعني فهقول لك حاجة else خلاص يبقى هو لو دست no الرسالة هتختفي وقلصت عليك كده لكن لو دست yes ففي الحالة دي فعلا بيتم عملية الحسف ده بكل بساطة طيب بالنسبة للسؤال بقى احنا عايزين ايه نأكد ان انت عايز تحزف اه مثلا خليني اعمل text واقول له انت عايز تحزف اللي هو المسلا البيان بتاع فلان طب ازاي البيان بتاع فلان هنجيبها ازاي احنا عايزين الايه القيمة بتاعت النين خليني اضيف كمان local هم مثلا وهنا هستخدم xml dot get value وبعد كده هكتب الباث بالقيمة الباث اللي هو ايه اللي هو المين تك 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 كل الباث ده بس الفرق ان انا بعد كده طبعا طالما في get value هروح هروح ايه مزاود بس slash و القيمة اللي انا عايزها اللي هي name شوف طبعا الدروس السابقة عشان تفهم عملية جلب البانات فهيتم التخزين هنا في name ايه اسم العميل اللي انا دلوقتي اخترته عشان احزفه وفي التاكست هنا طبعا ممكن تكتب بقى مثلا do you want to delete وبعد كده مثلا نعمل كده وهروح دامك فيها ايه المتغير name يعني هنا المفروض الرسالة هتكون عبارة انت عايز تحزف فلان وهاخد المتغير ده وهحطه ايه في مكان النص في download message جميل يبقى دلوقتي المفروض تاني بكل بساطة التلات سطور دول بس ان احنا مجرد انا قسمتها ان انا جبت اسم العميل اللي احنا نختاره عشان نحزفه وبعد كده روح تحاطت الرسالة وده مكتوب فيها اسم العميل ده مكتوب في الرسالة في المتغير text وبعد كده روح ت ايه واخد text حطتها في البرامتر الخاص بعرض الرسالة في ال download message فلو الشخص ده yes اللي هي رقم 6 فبيتم الحاسف لو no ما فيش حاجة بتحصل طبعا جميل في حاجة بقى زكية احنا نعملها ايه هي ان احنا نخلي ال download delete دي ترجع return ترجع return بترو او false يعني لو false معناها ان لم يتم الحاسف لو true معناها ان نتم الحاسف طب ليه عشان ادي فرصة ان يتم ان يتم مثلا عملية اعادة تحميل لل loot list ان انا استخدم اللو دلست بحيث ان انا اعمل تحميله لكمبو بوكس او القائمة المستدلة ففي الحالة دي if yes return 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 a true تمام يعني تم الحاسف اذا يبقى الدلة دي هتقوم باية delete بتعمل خطوتين بتحسف وفي نفس الوقت تنفيذية وبترجع بترو او بفولس جميل جدا يبقى تعالى هنا في delete وهقول لك انا ليه عملتها انها ترجع حالا اول حاجة طبعا هجيب العنصر اللي مختار نفس الشيء local sell طبعا ده متغير انت تعمل اللي انت عايزه combo box dot get selected وهاحدد الكمبو باكس اللي هو بتاع user list فبيرجعلي طبعا انت مختار انهي item دلوقتي وبعد كده هبتدي اعمل عملية الحسف my db dot delete وطبعا دي بتاخد قلنا بتاخد عبارة عن ايه بتاخد عامل على حسب الرقم اللي انت مختاره على حسب رقم العنصر اللي انت مختاره من القائمة المستدلة زي بالزبط عملية الupdate بس هنا بقى يا سيدي احنا هنقول ايه هي رجعت بترو ولا بفولس لو رجعت بترو معناها انه تم الحسف اعمل لي update للايه للكمبو باكس بي المستجدات اما لو الدلة دي رجعت بفولس معناها ان انت ما تعملش اي حاجة خلص خلي كل حاجة على ما هي عليها فعلى طول مباشرة انه هكتب if my db delete بتساوي true ده معناها ان الحسف تم then اعمل عملية اعادة التحميل اللي هي my db dot load list طبعا كل functions دي احنا عاملينها من الالف للياء يعني الobject دي دي كده شفته على طول بتسهل الوضع وبتنظمه طيب تعالا كده نشوف النتيجة الاخيرة هادي اهو وعندنا مثلا مين تعال احمد رامي دي البنات بتاعته delete بيقولك do you want delete احمد رامي no طيب جميل جدا كده المفروض ما حصلش حاجة ما تحزفش الدليل ان انا لو عملت run تاني هلاقي ان احمد رامي زي ما هو اهو جميل جدا طب delete المرة دي do you want delete احمد رامي yes اهو عمل اعادة تحميل اوكي انا غلطت انها لكت المفروض اعمل reset reset للكمبوبوكس امسح كل المحتوى بتاعتها فهنا combobox dot reset content يعني احزف لي كل الحاجات اللي موجودة حاليا واحزف لي كل اللي موجود في القائمة المنسادلة هنا واعيد تحملها من اول وجديد بالبيانات الجديدة اوكي فدلوقتي احمد رامي مازال موجود top delete yes اهو كده ما فيش احمد رامي في خطأ كمان انا عملته حد ممكن يقول لي عليه هم الخطأ ان فعلا هو تم الحسف بس في الزاكرة انا قلتلكو ايه لازم نستخدم الدلة بتاعة save عشان يتم الحفظ فين المستجدات في ملف XML وده اللي انا ما عملتوش بعد عملية الحسف فلازم XML dot save وبعد كده بنحط المصار بتاع myd mydb dot path المتغير اللي يحتوي على مصار الملف بتاع XML شفت بقى يعني انا لما جيت عملت الحسف تم الحسف بس في الزاكرة فقط لكن لم يتم حفظ النسخة الجديدة من XML في ملف XML اللي عندنا الحالي طيب اخر مرة اهو احمد رامي هيكون زي ما هو delete انت عايزين نحزفه يس جميل دلوقتي النسخة في الزاكرة اهو احمد رامي مش موجود طيب اقفل وافتح لي تاني المفروض احمد رامي ما يبقاش موجود فعلا نورين وهانا ورامي ورامي ابراهيم وهكذا طيب يبقى احنا كده عارفنا نعمل حسف تعديل update كل حاجة دلوقتي بامكانك انك تعمل اللي انت عايزه ما هيبقى الا ان هعمل درسة كمان هداية من لكم وهو report يعني ايه report ان احنا هنبني ملف html شوفوا بقى الحتة الحلوة دي وهنستخدم الobject بتاع الويب وهنحط فيه بيانات كل عميل وبعد كده كمان نقدر ان احنا نعمل print يعني بحيث ان انت تطبع بيانات العميل دي طيب يبقى الدرس القادم ان شاء الله اجهز ازاي نعمل report لمثلا اسم عميل معين او بيانات عميل معين ونقدر ان احنا نعمل لها print فيما بعد طيب يلا اشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم وشكرا على المشاهدة والسلام عليكم